اهلا بكم من جديد في حسامة غربية فيما حددت هيئة الانتخابات التونسية اجراء الدور الثاني من الاستحقاق التشريعي في 29 من يناير الجاري يسود الجدل الاوساط الشعبية والسياسية مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اعتبر ان الجدول الزماني الذي اقرته هيئة الانتخابات كان مربكا وادى الى بداية باهثة ومتعثرة للحملات الانتخابية للمترشحين يتهد في وقت يترقب فيه الشارع التونسي مبادرة اتحاد الشغل التي يتم اعدادها للخروج من الازمات التي تمر بها البلاد والتي اعلن مقربون من الاتحاد ان ذهاب الانتخابات لا يتعارض مع هذه المبادرة جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية التونسية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري تضم نحو 131 دائرة انتخابية استحقاق انتخابي يثير الجدل سياسيا وفي الاوساط التونسية الا انه لا يتعارض مع مبادرة اتحاد الشغل التي تتم بلورتها للخروج من الازمات التي تمر بها البلاد وفق مقربين من الاتحاد اعتقد ان المصار الانتخابي سيكون معارقا ان الهيكل البرلماني لم يتشكل بعد وهناك مصار مطول نوعا ما في انتظار استكمال المشهد البرلماني وهذا في الحقيقة يعطل الديناميكية الانقاذ للبلاد يجب ان تكون المبادرة سريعة لتقدم رأسا الى رئيس الجمهورية ولا تتعلق بالبرلمان لان الجميع يعلم ان صلاحية هذا البرلمان محدودة وبحسب هيئة الانتخابات فانما يزيد عن سبعة ملايين ناخب يحق لهم الادلاء باصواتهم خلال الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية اواخر الشهر الجاري وسط حالة من الجدل في الشارع بين التونسيين حول اهمية المشاركة من عدمها لأسباب مختلفة ما نشاركوش خطر كرهنيها هالدنيا ذي يخلص والكبار انتحهم ما كرهنيهم وما عادش يحبهم حتى حد حتى اللي تقولوا هات بطاق ثريف على رأو انتخاب يهرب ساقو شارك باش ننقضوا تونس من الوصوص نحن نشارك في الانتخابات على خاطر الاشخاص اللي ما نعرفهمش وجرت الجولة الاولى من الانتخابات التشريعية في السابع عشر من شهر ديسمبر الماضي وشارك فيها اكثر من مليون ناخب من اجمالي تسعة ملايين يحق لهم الادلاء باصواتهم واثار حجم المشاركة في الانتخابات والذي وصف بالضعيف الجدل سياسيا وشعبيا في خضم الاستعدادات للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية حالة من الجدل السياسي والشعبي تسود الاوساط التونسية فيما يبقى الرهان الاكبر على حجم المشاركة في هذه المحطة الانتخابية ياسر دبابش الغد تونس وللمزيد من النقاش نضم إلينا ضيفنا معنا من تونس السيدة أمل الحمروني القيادية بحزب طيار الشعبي ومعنا أيضا السيد إبراهيم الوسلاتي الكاثب والباحث السياسي ضيفنا أهلا بكم معنا على شاشة الغد وفي برنامج حصة مغاربية أبدأ معك أستاذة أمل تفسرنا فقط عشر أيام عن الدور الثاني لهذه الانتخابات في تونس برأيك ما المتوقع من هذه الجولة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الخانق الذي تعيشه تونس حاليا شكرا في البداية على الدعوة ومرحبا بك أعتقد أن الدور الثاني للانتخابات هو ليس إلا مرحلة من مراحل استكمال المثار ابتدأ منذ لحظة 25 جوليا مرورا إلى الاستبتاء ثم تركيز الانتخابات التشريعية في دورها الأول هي مرحلة لاستكمال المؤسسات ونحن ندعو شعب التونسي إلى التوجه يوم 29 جانفي إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية لاستكمالي هذا المثار والمرور مباشرة إلى مرحلة تثبيت المؤسسات واستكمال هذا المثار عبر تشكيل مؤسسات حقيقية والمرور بسرعة أكبر إلى بناء سياسات سلاح اقتصادي منها ما هو على المدى القريب ومنها ما يبنى من خلال سياسات عامة تطرح برنامج اقتصادي على المدى المتوسط والبعيد تكون في حلول بعيدة عن ضغوطات صندوق النقد الدولي ومتماهية مع الرهانات والتحديات التي تعيشها تونس ضمن مناخها الإقليمي والعالمي عموما أعتقد أن مسألة ترح البديل الاقتصادي المنقض لشعب التونسي هي من أولى أولويات سواء الحكومات أو من سيتولى إدارة الشأن العام في المرحلة القادمة داخل مجلس النواب أو داخل باقي المؤسسات سيد إبراهيم هل تتفق مع من يرى أن النهضة الاقتصادية والاجتماعية لتونس لن تكون إلا بالاستقرار السياسي وإكمال مصار الخامس والعشرين من جوليا وبالتالي لا بد من هذه الجولة الثانية لانتخابات مرحبا بك وتحياتي لكافة المشاهدين والمشاهدات أنا أتفق كون النهوض الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يتنزل على أرض الواقع إلا في إطار استقرار سياسي ولكن ليس بمثل هذه الاستحقاقات الانتخابية ورأينا كون أن التونسيين والتونسيات وجهوا رسالة واضحة يوم 17 من الشهر الفارط في الدور الأول من الانتخابات لما عزفوا بشكل كبير عن هذا الاستحقاق وهي رسالة موجهة إلى السلطة القائمة ممثلة في السيد الرئيس الجمهورية وأيضا إلى الطبقة السياسية برمتها نحن أضعنا الكثير من الوقت في الطرهات السياسوية البحثة هناك جزء كبير من الرأي العام الذي رحب بحركة 25 جوليا وكان ينتظر أن تديها قرارات وإجراءات حاسمة للقطع مع المنظومة السابقة وأيضا إلى توفير ما يمكن توفيره في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي ولكن ارتأ السيد الرئيس الجمهورية أن يذهب منفردا وأن يجبر بين ظفرين التونسيون والتونسيات على قبول الخطة التي رسمها والأجندة التي وضعها نهيك وأن حتى من بين الأحزاب التي كانت مؤازرة له لمصار 25 جوليا ومنهم الاتحاد الشعبي ممثل في زعيمه السيد زهير حمدي بدأ يوجه إليه انتقادات لرئيس الجمهورية ولهذا المصار ثم هناك أيضا تصريح أعتقد أنه كان تصريح قوي جدا من طرف السيد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب هذه الحركة التي كانت مسائرة متماهية بشكل كبير مع السيد الرئيس الجمهورية وأصبح ينتقد بشكل واضح السيد الرئيس الجمهورية ويعتبره هو المشكل في حين أن هناك أطراف أخرى تعتبر أن الرئيس الجمهورية يمكن له أن يكون هو جزء من الحل وبالتالي ارتفعت العديد من الأصوات تطالب السيد الرئيس الجمهورية بإلغاء الدور القادم الدور الثاني لأن هذا الاستحقاق قد لا يغني ولا يسمن من جوع طيب سيد إبراهيم قبل أن أعود إلى أستاذ أمل كيف يمكن للرئيس الجمهورية أن يكون هو فقط المسؤول عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد ونحن نعلم أنه ورثة ثاركة قد ثقيلة منذ عشر سنوات اقتصاد متضاهبار ديون متراكمة فكيف يمكن أن يكون هو المشكلة الوحيدة في البلاد لا شوف طبعا هي هو مسار خمسة وعشرين جويلة جاء للقطع مع منظومة أنا سابقة وأن وصفتها بمنظومة الدمار الشامل وصحيح أن رئيس الجمهورية ولكن رئيس الجمهورية لن ننسى أنه منتخب من سنة 2019 وهو يعتبر جزء منها حتى من المنظومة السابقة ولكن التونسيون والتونسيات استبشروا خيرا بخمسة وعشرين جويلة وكانوا ينتظرون أولا القطع مع هذه المنظومة يعني اتخاذ إجراءات للحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولكن مع الأسف ليس هناك أي منجز لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الاجتماعي للحد من تدهور الحياة لداء التونسيين والتونسيات هذا ما نلحظه يوميا وهذا والأرقام أكبر دليل على ذلك ارتفاع في نسبة البطالة ارتفاع في نسبة المديونية ارتفاع في نسبة التضخم هذه بكل انتفاع حتى في نسبة انقطاع الصغار عن التعليم هذه كل مؤشرات خطيرة وخطيرة جدا وكنا ننتظر جميعا أن رئيس الجمهورية ربما لأن حركة 25 جوليا هي جاءت استجابة لمطالب شعبية لا فقط لإزاحة المنظومة السابقة ولكن أيضا لواصع أسس لحياة اقتصادية واجتماعية جديدة ولكن هنا أضعنا الكثير من الوقت في مصار سياسي وفي مصار دستوري والنتيجة قد لا ترضي التونسيين بأي وجه من الوجوه دعني انتقل الأستاذ أمل الحمروني وأستاذ أمل كنا نتحدثنا والأستاذ الوسلاتي على أن رئيس قيس السعيد ربما قد لا يكون هو الإشكال الوحيد لأنه ورث ربما ثاركة تقيلة في هذه العشرية السابقة برأيك هل يمكن لأن هناك بعض المطالب باستقالة الرئيس هناك من يطلب بانتخابات رئاسية مبكرة هل يمكن أن يكون من يأتي خلفا لرئيس بمقدوره ربما إعادة الوضع إلى مصاره الصحيح أو البلاد إلى مصارها الصحيح في الحقيقة نحن كتيار شعبي كنا قد صرحنا في السابق أنه ما يجب أن يلي الانتخابات التشريعية هو في الأول تنقيح الدستور بإعادة التحديد من صلاحيات مؤسسة رئاسة جمهورية والحد منها وضبطها داخل الدستور ثم المرور إلى انتخابات رئاسية ديمقراطية أعتقد أن ربط مسألة الإصلاح الاقتصادي بالتغيير السياسي هي مسألة فيها بعض اللبس لأن مسألة التغيير السياسي الديمقراطي تجيب علينا العودة إلى الشعب وإعادة القرار للشعب التونسي وهذا يتطلب الاستبتاء والانتخابات وهذا لا يعني أن من يتبع هذا المصار هو سيتخلى بالضرورة على الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن نورط مؤسسة رئاسة جمهورية من خلال القرارات التي اتخذتها في فترة ما بعد 25 جوليا بأنها تخلت عن الإصلاح الاقتصادي لكن هي خيرت العودة إلى الشعب وإعادة المصار الديمقراطي من نقطة الصفر وهي نقطة قرار الشعب ومسألة عزوف الشعب عن الانتخابات هي مسألة سوسيولوجية متعلقة بما تداعيات المشهد السياسي تيلة العشرية السابقة من ترديل للعمل السياسي وغيره أعتقد أن يجب على رئاسة الجمهورية أن تعيد نفسها إلى الشعب التونسي وله إن أرادت الترشح مرة ثانية أم لا أن يختار من يراه يمثله ومسألة رب الشعب التونسي ديع مسألة الذهاب إلى الاقتراع بمدى مصدقية رئاسة الجمهورية لديه عامل من العوامل إذ أن الشعب التونسي في أغلبه لازال قاس سعيد يحضى بحاضنة شعبية لدى الشعب التونسي بعد كل ما صار بعد 25 ويليا وأظن أنه لن يخشى إذا عاد إلى الشعب ليعيد انتخابه من جديد انتارات الآن أظن أن المسألة الأوكد هي استكمال مصار الانتخابات التشريعية تثبيت مجلس النواب الحد من صلاحية رئاسة الجمهورية وبناء إصلاح اقتصادي والمرور إلى انتخابات رئاسية يطرح فيها كل من يرى نفسه كفأا ويرى في نفسه أنه قادر على تولي هذا المنصب إلى شعب وشعب هو من يقرر في النهاية ديمقراطيا وعبر سندق الاقتراع طيب سيد إبراهيم في آخر سؤال لحضرتك يعني مدام المصار قائما وما دمنا أمر واقع وستجرى الانتخابات في دورها الثاني الانتخابات في دورها الأول فاز بها 23 مرشحا من بينهم ثلاث نساء كيف تتوقع أن يكون شكل هذه الانتخابات في دورها الثاني وأي برلمان ستفرز البرلمان سيكون متذرراً سيكون مشتتاً لأن الاقتراع على الأفراد يعطي هكذا نتيجة خاصة في دورتين ثم رأينا وأن القانون الانتخابي مع الأسف يحمل في طياته إقصاءً للمرأة وإقصاءً للشباب من خلال المقاييس المعتمدة نهيك وأنه كان من الصعب جداً على العديد من الذين كانوا ينون الترشح تجميع 400 تزكية ثم أنه خاصة غياب التمويل العمومي للحملة الانتخابية زاد من شأنه أن يقسي العديد من المترشحين الذين ليست لهم إمكانيات البرلمان القادم سيكون تقريباً منزوع الصلاحيات أمام الصلاحيات متعاظمة للسيد الرئيس الجمهورية الذي بإمكاني حل البرلمان في حين أن هذا البرلمان لا يمكنه أن يحاسب رئيس الجمهورية الذي يبقى بمغتظى دستور 25 جوي لألفارت فوق كل المحاسبة ولا يمكن محاسبته إلا من خلال سنديق الأقتراع لذلك هناك دعوات ترتفع حتى من طرف الأحزاب المناصرة لرئيس الجمهورية أن يضع نفسه على الميزان من خلال الدعوة إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خاصة وأنه انتخب بمغتظى دستور 2014 وأقسم على دستور 2014 وكان عليه أن يدعو في نفس الوقت إلى انتخابات أيضاً رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها بعد تنقيط المناخ السياسي وأيضاً خاصة بعد تنقيح القانون الانتخابي حتى يفرز تركيبة برلماناً يمثل بحق وحقيقة التونسيون والتونسيين وضحت الفكرة شكراً جزيلاً لك من تونس الأستاذ إبراهيم الوسلاتي الكاتب والباحث السياسي كما أشكر أيضاً ضيفتنا الأستاذ أمل الحمروني القيادية بحزب طيار الشعبي شكراً جزيلاً لكم اشتركوا في القناة